موسيقى أعزائنا الطلبة متابعي فضائية العراق التربوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إن شاء الله سنكون معكم في درجة جديد من دروس مادة الحاسوب للصف الرابع الإعدادي إن شاء الله سنكون معكم في حل أسئلة الوحدة الثالثة فصل الأول الخاصة بمفهوم التكرار وأهميتي بداية لو رحنا آنوا إياكم للسؤال الأول أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها طبعا أول فراغ يقول إحدى أهمية التكرار في التعلم هو وأكو فراغ بالتعلم أكو هواي عندي يعني مواضع من الممكن أن نستخدم بها التكرار واحدة من عدها أن المعلومات المتكررة يتم تذكروها جيدا واحدة من عدها أنه المعلومات المتكررة يتم تذكروها جيدا طبعا بالتجارب العلمية هواي أشياء بالتعليم من الممكن أن نستخدمها لكن واحدة من استخداماتها هو أنه كل ما نكرر المعلومات كل ما رح نحفظها جيدا ورح نذكرها جيدا فهذه أول واحدة من أهمية التكرار في التعلم السؤال الثاني أو النقطة الثانية رح تكون الـ LCV هو اختصار لي طبعا الـ LCV هو loop control variable مختصر لي loop control variable اللي هو باللغة العربية نقدر نسميه متغير التحكم في حلقة التكرار متغير التحكم في حلقة التكرار loop control variable هذا أيضا جواب النقطة الثانية نقطة الثالثة تقول تعمل فراغ على عد مرات حدوث عملية معينة وعناصر متكررة طبعا هي العدادات counters العدادات هي اللي تعمل على عد مرات حدوث عملية معينة وعناصر متكررة النقطة الرابعة يتم تحديث قيمة العداد في أحد أزاء الحلقة وهو أي جزء هنا رح يكون جسم حلقة التكرار جسم حلقة التكرار يمكن لو نشوفه هنا بصورة أفضل هذه الصيغة هاي تحديث المتغير تحديث المتغير رح يتم هنا هنا هالجزء هذا طبعا هذا الجزء كله يسموه جسم حلقة التكرار جسم حلقة التكرار فعملية تحديث المتغير رح يتم في جسم حلقة التكرار هذه النقطة الرابعة النقطة الخامسة نحتاج لعملية فراغ عند وجود شرط في حل مشكلة يتطلب اتخاذ القرار بين اختيارين طبعا هنا العملية رح نحتاجها هي عملية التفرع نسميها لbranching عملية التفرع هي اللي رح نحتاجها في عند وجود نسويها عند وجود شرط معين مثل ما نشوف اهنانة ممكن نشوفها بصورة واضحة هذه طبعا هنا عملية التفرع هنا الشرط ماتي هو الاكس أكبر أو يساوي صفر اكو عندي تفرعين انه اكو عندي قرارين الاول هو يس والثاني هو انه باليس رح يسوي كذا شيء وبانه رح يسوي هالشيء الاخر اللي انتو تشوفونا فهذه يسموها عملية التفرع اللي هي لbranching هذا بالنسبة للسؤال الاول السؤال الثاني اختاري الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي اختاري الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي عندي نقطة وعندي مجموعة خيارات ومنطينيها رح اخذ الاجابة الصحيحة بهذه الخيارات للتعبير نقطة الاولى تقول للتعبير عن الشرط في المخططات الانسيابية نستخدم الشكل ومنطيني عدة اشكال اللي دي شوفوها امامكم منطيني شكل بيضوي منطيني ايضا هنا دائرة شكل بيضوي معين ومنطيني مستطيل منطيني مستطيل طبعا احنا دائما تعبير عن الشرط في المخططات الانسيابية نستخدم المعين نستخدم المعين نقطة ثانية يستخدم الشكل فراغ في المخططات الانسيابية ليعبر عن عملية المعالجة وايضا منطيني عدة اشكال هنا طبعا احنا دائما نستخدم المستطيل المستطيل في عملية التعبير عن عملية المعالجة اللي نسميها عملية البروسيس نسميها عملية البروسيس نقطة ثالثة قيمة نهائية لعدات قيمته الاولية ثمانية والتغير بمقدار ناقص ثنين لخمس دورات هي هل نشوفها آنوا ياكم آنوا ياكم هسا لو اخذنا مثلا عن سبيل المثال اخذنا هذه ثمانية يقول خمس دورات وكل دورة ناقص ثنين اذا نقصت ثنين رح تصير ستة نقصت ثنين رح تصير أربعة ايضا هنا ناقص ثنين نقصت ثنين هسا صير هنا جهد هسا صير ثنين صار وحدة ثنين ثلاث دورات هاي الدورة الرابعة نقصت ثنين هيكون هنا عندي صفر زيرو نقصت ثنين الدورة الخامسة والأخيرة هيصير عندي ناقص ثنين بالشكل هذا ناقص ثنين اذا ثمانية نقصت ثنين ستة هاي الدورة الأولى وهي الدورة الثانية هاي الدورة الثالثة وهي الدورة الرابعة وهي الدورة الخامسة فالنتيجة هنا مثل ما تشوفون ابنان طلبة رح تكون شنو عندي هنا رح يكون عندي نتيجة هو سالب اثنين لذلك احنا هنا اش رح نقول بالحل مالتنا انه القيمة النهائية لعداد قيمته الأولية ثمانية ويتناقص بمقدار ناقص ثنين لخمس دورات هو رح تكون هنا عندي ناقص ثنين رح يكون عندي سالب ثنين هو النتيجة ماتي النقطة الرابعة اذا كانت قيمة الأولية لعداد اي تساوي واحد ما الشرط الذي يجعل حلقة التكرار تتوقف بعد خمس دورات تتوقف بعد خمس دورات طبعا اذا حسبنا انا وياكم بعد خمس دورات احنا الاي بدينا ببيش بدينا بواحد فرح يكون عندي ثنين ثلاثة أربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة رح يكون خمسة فللخمسة هنا رح أوقف انه رح يكون عندي اما الاي اقل او يساوي خمسة او الاي رح يكون عندي ستة اما الاي اقل او يساوي خمسة او الاي رح يكون ستة هذا بالنسبة لجواب هذه النقطة الرابعة لو رحنا آنوا اياكم ذهبنا آنوا اياكم للسؤال اللي بعده السؤال الثالث اسئلة ذات إجابات قصيرة ماذا يحصل إذا وضعت تعبير الاختباري قبل حلقة التكرار تعبير الاختباري وضعناه قبل حلقة التكرار طبعاً نحن بالبداية تعبير الاختباري يمثل الاختبار تعبيراً منطقياً نسميه Logical Expression أما الدخول لحلقة التكرار وتنفيذ العمليات التي بداخلها شوكت إذا كانت نتيجة الاختبار True أو الخروج منها إذا كانت نتيجة الاختبار شنو Force ومتابعة تنفيذ العمليات تباعاً خارج الحلقة وغالباً ما يوضع التعبير الاختباري في بداية الحلقة زين هنا يقول هو قبل الحلقة وهنا يقول أنه لازم أوضعها في بداية الحلقة شي صير إذا وضعت قبل الحلقة أنه سوف تدخل حلقة التكرار في لوب غير منتهي ولن يكون له تأثير في إيقاف الحلقة هنا الحلقة نسميها راح تدخل بلوب غير منتهي وما نقدر أنه نوقف هذه الحلقة ليش؟ لأنه تعبير الاختباري أو ما نسميه شرط التوقف هو وظيفة يوقف لحلقة التكرار بعد مضي عدة دورات ويتوقف عن شرط معين هذا الشرط وهذا التعبير إذا وضعته خارج الحلقة فما سيكون له أي تأثير داخل الحلقة ورح تدخل هذه الحلقة نسميها بلوب غير منتهي هذا جواب السؤال ثالث نقطة رقم أليف لو ذهبنا إلى نقطة رقم با لماذا يعد وجود شرط في حلقة التكرار أمرا ضروريا؟ ليش أن يخلي شرط في حلقة التكرار دائما؟ طبعاً هنا الجواب وذلك من أجل إيقاف عمل حلقة التكرار عند حد معين وعدم دخولها في لوب غير منتهي نفس الجواب اللي جوابنا بالنقطة أليف أنه وظيفة شرط هنا بحلقة التكرار هو أنه يوقف لحلقة التكرار عند حد معين وما يجعل هذه علاقة التكرار تدخل في لوب غير منتهي أو نسميه infinite loop ما يخليها تدخل في infinite loop السؤال الأخير هنا من الأسئلة الموجودة عندنا لهذا اليوم هو لخص بشكل نقاط أهمية استخدام التكرار في حياتنا اليومية طبعاً استخدام التكرار في حياتنا اليومية استخدامها جداً واسعة وشاسعة لكن ضيق المساحة في الكتاب فإحنا أخذنا أهم المجالات اللي ممكن أنه نستخدم بها التكرار في حياتنا اليومية طبعاً أول مجال هو استخدام التكرار في التعلم والتعليم استخدام التكرار في التعلم والتعليم هذه أول وحدة ومثل ما قلنا وحدة من النقاط كانت عندنا بالسؤال الأول إنه معلومات متكررة يتم تذكروها جيداً نقطة ثانية استخدام التكرار في الطبيعة والكون استخدام التكرار في الطبيعة والكون تناوب الليل والنهار شروق الشمس وغروبها كل هذا يعتبر تكرار تناوب الفصول الأربعة الصيف والخريف والشتاء والربيع هذا أيضاً يعتبر تكرار وحكذا بعد استخدام التكرار في الأجهزة الكترونية بالمنبهات بأجهزة مراقبة المريض أجهزة مراقبة نبضات القلب هذا كلها تندرج ضمن التكرار استخدام التكرار في العمليات الرياضية أيضا هذا آخر نوع من المجالات المطبق بها التكرار مثلا أنه أضرب العدد واحد عشر مرات أجمع العدد خمس مرات وهكذا رح تكون عندي كل هذه المجالات رح تمثلي استخدام التكرار في حياتنا اليوميا نهاية هذا السؤال تهدرسنا لهذا اليوم إن شاء الله رح نبتقيكم في دروس قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة